بمبارك نادس زمالك صعود الدرود الثمانية في الكونفدرلية وإن شاء الله بإذن الله يكون درسة علمناه بشكل جدي اللي حصل في دور المجموعات وكنا الأمور كانت في الأول كانت تمشي بشكل مش كويس بعد كده الحمد لله ملعبة ركزت وقدت وكان عندهم إصرار وحماس وعزيمة وكان عندهم من جواهم دافع إنهم يعملوا حاجة لنفسهم وناديهم والمجلس ضررتهم والجماهيرهم أكيد طبعا اتغيرت كل الأمور والزمالك من الأخير في المجموعة بقى الأول وده بفضل الله أولا ومجهود الإدارة مع اللعيبة ومسندة جمهير نادس زمالك وإعلام الزمالكاوي المحترم اللي احنا جزء كبير منه إن شاء الله ودعوات الماليين طبعا طبعا من قلت جمهير الزمالك طبعا دعوات الماليين في كل الدول العربية والأوروبية والقطر وداخل القطر أو خارج القطر المصر ما فيش شك إن نادس زمالك مقبل على مباراة أنا في اعتقاد الشخصي مباراة أهم بكتير جدا مباراة النادي الأهلي الناس تقول علي مطش المقاولين أهم من مطش الأهلي مليون في المية مطش المقاولين هو بوابة العبور إلى يعني بنسبة 60-70% النادي الزمالك الدوري في ميتة عقبة حد يقول لي المباراة لسه بدري وكلام ده كل كلامة بقولك نادس زمالك لما يدخل على مباراة النادي الأهلي وهو فارق أربع نقاط غير لي بيبقى فارق بنت أو بنتين أو واتفر إذا أنت معجون دورك تنطرف أنت برضو تأكيد تأكيد المباراة دي يا أحمد نادس زمالك هي مباراة دايما في كل جدول هنا وبقولي لعبتي دايما هذا الكلام بعد أربع خمس ست سبع مباراة واتفر العدد المباراة في مباراة هي نقطة انطلاق أو نقطة رجوع مباراة المقاولين هي دي دي نقطة الانطلاق بإذن الله نتمنها إن شاء الله تكون نقطة انطلاق لنادي الزمالك في الدور المصري مباراة إذا مالك بإذن الله يكسب هذين مباراة الأمور هتمشي بشكل محترم جدا وبشكل هادي جدا الفترة لها ما بين مطش المقاولين ومطش الندل ده مهم في الأجواء اللي اللعين تدي ثقة كبيرة جدا لا بقاش يتوتر وزعل وتنجنة ولعبة متضايقة بالضبط وهتخش رأي مطش الأهلي هتخش فيه نوع من الروح المعنوية العالية الارتياحية في بعض الأحيان ولكن مش النوم الارتياحية في إيه فإنك انت فارق عن المنافس اللي عن الأقرب المنافسين أربع بنت دي تديك أفضلية في المباراة تديك ثقة تديك هدوء تديك تركيز تديك تصرفات في مواقف داخل المنعب مختلفة عن المنافس المنافس هيبقى حابب أنه هو يقرب منك المنافس هيبقى فيه عصبية في الأداء فيه توطر لكن انت مش متوتر